السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لتحضير النص القرائي الناس كالبنيان وهو موجود بالصفحات 119-120-121 بمرجع المختار في اللغة العربية للسنة الأولى إعدادي إذن نبدأ أولا بالملاحظة والفهم إذن تأطير النص إذن نمط النصي ومجاله إذن هو عبارة عن مقطع شعري من قصيدة عمودية يندرج ضمن المجال الاجتماعي أما الجنس الأدبي للقصيدة فهو قصيدة شعرية مصدر النص إذن نص مقتبس من دوال الأعمال الشعرية الكاملة دار العودة بيروت إلى غير ذلك صاحب النص إذن صاحب النص هو معروف الرصافي شاعر عراقي ولد ببغداد سنة 1875 بني له تمثال في مسقط رأسه اشتغل في حقل التعليم لمدة طويلة إلى أن وافاه الأجل سنة 1945 ملاحظة النص إذن نبدأ بملاحظة العنوان إذن تركيبيا يتركب العنوان من كلمتين معرفتين يربط بينهما حرف الجر الكاف أو حرف تشبيه كاف حرف جر أو حرف تشبيه أو أداة تشبيه وتشكلان جملة إسمية بحيث مبتدعها هو الناس وخبر محدوف وجار ومجرور هو كالبنيان وممكن أن نعتبر هذا كالبنيان شبه جملة من الجار والمجرور في محل رفعين خبر في محل رفعين خبر وما نقول لش الخبر محدوف هنا نعتبر كالبنيان هو الخبر وجانا شبه جملة من الجار والمجرور والمبتدع هو الناس أما دلاليا فيوحي بوجود علاقات إنسانية بين أفراد المجتمع أو يدل على تمسك الناس بعضهم ببعض أو يشبه الشاعر الناس بالبنيان الصورة تحتوي الصورة المرافقة للنص على بنايات شاهقة وشارع ممتلئ بالمارة والسيارات وباقي وسائل النقل العلاقة بين العنوان والصورة والبيت الرابع علاقة تطابق الفرضيات اعتمادا على المؤشرات الخارجية أفترض أن النصاص يتحدث عن ازدحام الشوارع بالناس عن تراحم الناس وتواددهم عن العلاقات الإنسانية الفهم قراءة النص وشرح بعض العبارات الواردة فيه مثلا الهمج وهم القوم الذين لا نظام لهم ثم يفاع أي ما ارتفع من الأرض قليلا كالتل السياع الطين إلى غير ذلك ثم المضمون العام إذن هو عيش الناس بعضهم مع بعض يجعلهم متوحدين ويحقق لهم مجموعة من الفوائد نمر لوحدات القصيدة إذن الوحدة الأولى من البيت الأول إلى البيت الثالث وفيها كمضمون أهمية التعاون داخل المجتمع الوحدة الثانية من البيت الرابع إلى البيت الخامس وفيها تشبيه الشاعري بالبنياني المرصوص الوحدة الثالثة من البيت السادس إلى البيت التاسع توطد العلاقات بين الناس على اختلاف أجناسهم أما الوحدة الرابعة فهي من البيت العاشر إلى البيت الثاني عشر ومضمونها فوائد مساندة الناس بعضهم بعضاً نمر للقراءة التحليلية إذن الحقول المعجمية هناك حقل دل على العمران مثل البنيان المباني ارتفاع أحجار ديارهم إلى غير ذلك ثم حقل آخر دل على الحياة الاجتماعية وتدل عليه عبارات مثل الناس اجتماع الناس الاجتماع انتفاع مصالحهم التعاون وما إلى ذلك أيضاً هناك حقل الحياة الفرضية مثل انفراد همج رعاع السباع إلى غير ذلك والعلاقة بين الحقل الأول والثاني هي علاقة ترابط لأن الناس في تواديهم مثل البنيان المرصوص وعلاقة الحقلين معاً علاقة تضاد لأن الفرض وحده منفرداً ثم الخصائص الفنية للقصيدة هناك التشبيه رأيت الناس كالبنيان هناك التضاد عرب ضد عجام وهناك الشرط ولولا سعي بعضهم لبعض إلى غير ذلك أما البنية الموسيقية للقصيدة فاستعمل فيها التكرار من خلال تكرار كلمة اجتماع وكلمة الناس واعتمد أيضاً وحدة الروي روي القصيدة الموحد هو حرف العين أيضاً تكرار صيغة افتعال إذن هناك كلمات على وزن افتعال على المستوى التداولي فالمقصد من النص فهو إبراز مفهوم العلاقات الاجتماعية الذي ينشأ من خلال التعاون بين الأفراد قيم النص إذن هناك قيمة جماعية تتجلى في التآذر والتعاون وقيمة أخرى إنسانية تتجلى في المساواة بين العربي والعجم أخيراً القراءة التركيبية إذن أكد الشاعر معروف الرصافي في هذه القصيدة على أهمية التعاون بين الأفراد داخل المجتمع وقد بيّن أن هذا التعاون يساهم في توطيد العلاقات بين الناس مهما كانت جنسياتهم الشيء الذي يجعلهم متماسكين كالبنيان المرصوص وهذا بلا شك يحقق لهم مجموعة من الفوائد والمنافع وفعلاً يجب إنشاء روابط اجتماعية داخل المجتمع للمساهمة في تقدمه إذن نكتفي بهذا القدر شكراً لكم على حسن المتابعة ودمتم بخير شكراً لكم على المتابعة